من جانبا آخر فقد ساعد قرب عمان من الهند إضافة إلى ما تزخر به من ثروات على تعزيز التبادل التجاري بينهما وكان لذلك أثره لا ريب في نشر رسالة الإسلام في أنحاء مختلفة من بلاد الهند وبخاصة وادي السند حيث يذكر بعض الباحثين الهنود أن فيه قرية لا يزال سكانها الأصليون يتكلمون لهجة ذات أصول عربية لا يستبعد أن يكون بقايا مهاجرين عرب وعمانيين يؤكد ذلك حجم الجانية العربية التي مر بها الجغرافي والمؤرخ المسعودي في مدينة هندية واحدة والتي بلغت زهاء مئة ألف عربي لا شك أن عددا غير قليل من هؤلاء كانوا عمانيين أكد المسعودي التقاءه بهم في رحلته تلك وتشير المصادر الفقهية العمانية ككتاب المصنف للعلام أحمد بن عبد الله الكندي إلى أن الجالية العمانية المقيمة ببلاد الهند كانت توصي أحيانا بصرف بعض الأموال لصالح مشروعات خيرية في وطنها الأم وبدهي ما لتلك الجالية من أدوار في نشر الثقافة العربية والإسلامية في أوساط الهنود ولد الكثير من الشعوب الآسيوية التي اتصلوا بها في شرق آسيا فلا غرابة إذن أن نسمع أن أندونيسيا اليوم تقف شاهدا على الأدوار التي قام بها أولئك التجار في نقل أهلها إلى الديانة الجديدة في الصواعية لا تراهية ترجمة نانسي قنقر